قال مصدر مقرب من داخلية الحكومة المقترحة بالمنطقة الشرقية أنهم عثروا على مقبرة بها عدد من الجثث بمنطقة الأبيار المصدر الذي فضل عدم ذي كريسمي أفاد خانة النبى بأن المقبرة التي تم العثور عليها حاوت أكثر من ثلاثين جثثا في حين لم يتم التعرف على أصحاب هذه الجثث لا يزال مسلسل العثور على الجثث مجهولة هوية في بنغازي متواصلا فمن الجثث الملقات على قوارع الطريق ومكبات القمامة إلى المقابر الجماعية هذه المرة مصدر مقرب من الحكومة المقترحة أعلن العثور على أكثر من ثلاثين جثثا مجهولة الهوية في منطقة الأبيار الشرقية بنغازي وبالرغم من أن الأخبار من هذا النوع أضحت مكررة وغير مستغربة إلا أن الجديد في القضية هو اقتران الخبر بالحكومة المقترحة ليكون الأول من نوعه حتى وإن لم يصدر بشكل رسمي قضية ترجع إلى الذاكرة الصريحات فرجق عيم قبل استلامه لمهامه الجديدة التي أكد فيها معرفة من يقف وراء عمليات الاغتيال والجرائم في بنغازي مكان العثور على هذه الجثث لا يقل أهمية ودلالة عن الجهة التي أعلنت عن القضية فمنطقة لبيار الوقاعة شرقية بنغازي الأقرب لمواقع سيطارة حفتر بين الرجمة والمرج فهل تعد هذه القضية بداية ربما لكشف الجنات الذين يقفون وراء هذه الجرائم أم أنه إجراء روتيني في بلاد كثرت فيها الجرائم المنسوبة لمجهولين رغم وضوح الجنات والمستفيدين كما كثرت فيها دعوات التحقيقات دون بدء أي منها